السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل الآن خروج أندروتيت من السجن يعني بعد أن طوي لحظة خروج أندروتيت من السجن واتكل مني مع أستخدام كثير من الصلاحة العالمية وأصدقاء والكوينين لأندروتيت جاءوا ليطمئنوا عليه بعد خروجه وكما تلاحظون بالصورة لحياة كتيفة هو أخوه تريس لأنه مدة طويلة ولما سألوه قال لهم يعني كان يقرأ القرآن يعني هذا اللي كان يعمل بالسجن دائما كما تلاحظون لما أمسكوا به لما يروح المحكمة دائما يمسك بالمصحف الكريم يعني هذه نعمة يعني جاءت في وقتها سبحان الله سبحان الله يعني أسلم قبل ما يدخل السجن وهذه كانت نعمة وكان دائما يغرد على تويتر أنه يعني أول رمضان لو بالسجن يعني يصوم هذا كله يعني في خير وإن شاء الله الحين الرومانيا حكمت عليه يعني بالإقابة الجبرية يعني ما يقدرش يخرج من رومانيا لكن يعني قبلت الاستئناف وقبلت يعني أنه يطلق صراحه يعني ولو أنه في إقابة جبرية لكن تم يطلق صراحه يعني إن شاء الله الحرية لأندروتيس ولأي يعني يعني معتقد رأي آآ أندروتيس متير لجدل آآ الكل يعرفه والناس اللي ما يعرفوش يعني رجل أعمال آآ يعني ومتير لجدل وأكبر مؤثر بالعالم يعني رجل أعمال ومؤثر يعني كان في السنة آآ الفارطة يعني كان أكثر واحد يعني يبحثوا عليه الناس في جوجل ولكن لما كانوا بالسجن آآ بالسجن كان آآ يعني يقول على أنه مريض يعني في صدره يعني سرطان في ناس تقول أنه سرطان لكن طلعوا الطباء قالوا لك أنه سليم يعني ما في شوالشي أتمنى إذا أعجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك بالقناة ليصلك كل جديد وإذا كنت متن بالربح بالفيسبوك صفحة تكبر على الفيسبوك أو اليوتيوب أو التيك توك ما عليك إلا التواصل على الرقم الذي يظهر على الشاشة آآ نحقق لك شروط الربح من الفيسبوك صفحة الفيسبوك وحتى شروط الربح من اليوتيوب وفي قنوات جاهزة آآ يعني منفعالة منفعالة يعني جاهزة آآ فقط ترمي فيديو تربح يعني هذا كله فقط إذا كنت مهتم بالربح من الأنترنت فقط آآ رسلنا على الواتساب وتحياتي لجميع أشوفكم فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر